في واحد نهار عادي وبالطبط نهار 13 ديسمبر 2000 وجوج كان واحد سيد سميته جايسون كان عنده جنسية أمريكية وتزاد في ولاية واشنطن في ذلك النهار بحل يامات العادية فاق فطر وخرج للمقر لعمل جيله كان خدام في واحد المحل التي يبيع الأهتات المنزلية القديمة والتحف التي كانت غالية بالزعف وبحل العادة في السلال الخدمة جيله يمشى الواحد الحانة التي كان يجمع فيها وصحابه قصره جايسون قصره مع صاحبه في هذه الحانة لمدة أخرى من الليل ولأنه كان خدام في الصباح بكري قرر أنه يغادر الحانة ويمشى الناس واللحظة لن تخطط رجله لباب جيل هذه الحانة كانت هذه اللحظة لن تغيير حياته 180 درجة بما أن الدار جيله كان قريبا من الحانة كان يجعي إلى رجله وفي طريق الدار خرجوا له جوجة المجريمين الذين كانوا يجري سيوه يقول جايسون أنه لم يحث لديه واحد لحصية رأسه فشغبت عليه بعض العصية حساب الذي يضوه بحل الفلاشة على الكاميرا يضرب له في وسط عينه طاح على رجله هو يوتش وما بقي عقل على واله هذا الجوش فرفه يضربوه لم يخلو له شي حوائي الذي كان عنده وقلال والذي لم يكن يسهلو هذا التقلع طاوه جايسون بقامر ميمسكين على الأرض مدة طويلة احتجت واحدة سيدة التي اتصلت بالإسعاف الإسعاف فجأت التطول السبيطار وبمجرد موصل داروا له بعض الفحوصات على رأسه الأطيباء فشفوا هذه التحليل والذي سكانير قالوا بأن هذا سيد تعرض للطربة قوية على رأسه وبأن لباحة كبيرة في المخ تعرضت الأضرار كبيرة وبأن جايسون سيعيش هذا الذي يبقى كامل في حياته وهو عنده إعاقة عقلية جايسون فشغل ترجله بذتي يعني من اضطرابات عقلية كي قالوا له الأطيباء وتصوروا أن جايسون كان إنسان اجتماعي وعزيز عليه أصحابه ولمون غامسة الدار ولم يبقى شيء يخرج منه وكان السبب الوحيد الذي يجعله يخرج من الدار هو أنه يتقدم مياكل ولا يتقدم شيء خاصة للدار ووصل إلى مرحلة أن جميع البيبان والشراج من الكنين في الدار غطهم بالملايات لكي لا تدخل لها الشمش ويقول أن حتى الشخق الكنين في الدار عمرهم بواحد المادة بشكل غيراء لأنه كان يظن أنه سيخرج منهم الناس هذا جايسون يقول بأنه قبل ما يمشي نعس كان يغسل سنه أكيد أن الأمر سيبدأ لكم طبيعي وعادي لأن الناس كاملين قبل ما ينفسه يغسلوا سنهم ولكن صعبنا كان يغسلهم بطريقة مختلفة لأنه كان يستعمل معادلة رياضية معقدة في الوقت سنه ويقول بأنه كان يغسل الفرشات سنه 16 مرة في كل غسلات السنين ويقول جايسون أنه يرى الناس في الزنقة بطريقة مختلفة تماما على الطريقة قبل ما يطرد الحادثة وكان يقول بأنه يحتل المال العادي الطبيعي الذي يبدأ للناس عادي كان يبدأ له خطوط وأشكال هندسية معقدة وتشوف موجات لا يقدر الإنسان العادي يشوفهم بالعيل المجرادة وقعد واحد الحاجة الغريفة بزاف هذا السيد الذي يرصب رسومات معقدة هذا الرسومات التي يحتل المهندسين لم يكن لديهم القدرة أن يرصموا به هذا الطريق والجايسون بدأت يعرف الحل معادلات الرياضية معقدة هذه المعادلات الرياضية لسنوات العلماء تخدمو عليها وما عرفوش الحل ديالا هو بمجرد أنه تشوفها تعرف الحل وفاش يسوله على الطريقة فاش حل هذه المعادلات؟ الجواب ديالي يقول الله أعلم حتى جايسون كانت صعب عليه يفهم كيفاش قدر أنه يحل هذه المعادلات الرياضية المعقدة مع العلم أنه كان مستوى متوسط ولا قل من المتوسط في الرياضيات وكانت يقول باللي والتي يشوف كل شيء على شكل أشكال هندسية وباللي مبقاش يشوف الأشكال الطبيعية اللي كانت يشوفها قبل من الحادثة وتيقول باللي والتي يشوف العالم كامله بحاش لعبات فيديو قديمة وباللي العقل دياله تطور بشكل كبير والتي يباليها المجتمع وقاعد العلم اللي وصلنا لها أشياء قديمة بزاف والرأس جايسون عامر كامله بمسائل ومعادلات رياضية معقدة مع العلم أن جايسون ما بينه بين الرياضية والفيزياء غير الخير والإحسان لا طباء العلماء قدروا يفسروا الحالة جايسون وتيقولوا باللي فاش تضرب هذه العصية على واحد الباحة في المخ صب واحد المتلازمة اللي اسميتها متلازمة لموهوب هذه الإصابة اللي تقريبا عند ربعين شخص على وجهة الكرة الأرضية كامله يعني يخص تكون من المحظوظين باش تصابها صوروا أن جايسون اللي تعرض لهذه العمليات السطو ولا من بين 40 محظوظ من 7 مليار لساكين لوجهة الكرة الأرضية يعني أن جايسون اللي عالم في الرياضية والفيزياء بين ليلة وضحاها وبلا ما يدير حتى شي حاجة وهذا شي كامله غير الجزء الأول من المعجزة كنت يقول جايسون بلي قبل ما تقريبت الحادثة كان سطحي وما كانت تسوق لحت شي حاجة وكانت يقول بلي أهم حاجة كانت في حياته يتبع الدريات والحفالات والشراب وكانت يقول جيما بلي الرياضيات ما عندها حتم نفعه في الحياة وكان جيما تسأل في خطره كيف يمكن أن تطبقوا هذه الفرضيات على أرض الواقع متلازمة المهوب هي وحدة من بين أندر الحالات اللي تقدر توقع في الأرض والتي تصاب بهذه المتلازمة تولي عنده قدرات عقلية متميزة بزاف والسبب للإصابة بهذه المتلازمة هو أن بعض المناطق في الدماغ تتعرب للتلف وهذه المتلازمة تكون بزاف عند المرضى بالتوحد والأطباء لا تصنفوها ضمن الأمراض النفسية بالعكس تصنفوها بين الأمراض النادرة اللي تتوقع مرات قليلة في الحياة والمصابين بهذه المتلازمة تولي عباقرة في الرياضيات والفيزياء وتتحولوا من أشخاص عاديين لأشخاص نوابغ وكان بعض الحالات الناس اللي تصابوا بهذه المتلازمة وفاقوا من بين شخص عادي لشخص محترف في العزف على البيانو وكان بعض الحالات اللي تصابوا بهذه المتلازمة تولي رسام محترف بحال مايكل آنجيلو وخواه عمره ورسم شيئا في حياته أو تولي عبقرة في الفيزياء والرياضيات بحال أينشتاين وتصورونه أن أغلبية العباقرة والعلماء عبر التاريخ اللي اختاروا عضو واختاروا أشياء اللي نحن نعيش بهذا كانوا مراض بهذا الخلل العقلي بحال مثلا إسحاق نيوتون اللي اختار على نظريات الجاذبية وكان بعض القصص المكتوبة على نيوتون اللي تقول أنه بمجرد ما تجتمعوا الناس اللي يقنت تولي أصم وما بقيش يقدر يهضر أينشتاين اللي هو مؤسس نظريات النسبية والذي اختار على القنبلة النووية حتى هو كان مريض مرض التوحد وتصوروا أن أينشتاين كانوا تقولوا على الأساسي دياله أنه بطيء في التعلم وخصمه مدة طويلة لكي يتعلم الحاجة منذ هذا الحادثة اللي وقعت لجايسون ولا ممتن لذلك جوج مجريمين اللي يتعرضوا بشيء بخراه لأن جايسون تحول من شخص عادي يعمل في محل تلبي عشرة العبقري في الفيزياء والرياضيات أولا شخص مشهور بزاف ويقول جميع القنوات التلفزيونية يستطفوه وهذا جايسون تعيش في الحياة مرموقة وفيها الفلوس بزاف وما بقى خدام في المحل لأنه كان يبيع الأتات بل أولا عالم في الرياضيات في واحدة الجامعة معروفة في أمريكان وأولا عنده واحد مرتب شهري كبير بزاف وكتب واحد الكتاب دياله حول العبقري اللي هبطت عليه من السماء هذا الكتاب اللي اتباعه منه نسخ كثيرة ودخو عليه بزاف تعل الفلوس هذا الكتاب اللي كان اسميته عبقري بلا مقدمات و جايسون استغل الموهبة دياله اللي اعطاه عليها الله استغلال كبير حتى الأشكال الهندسية المعقدة اللي كانت تتخيلها في دماغه كانت يرسمها في لوحات وتيبعها بأتمينة خيالية وهذه الحياة الكاملة اللي عامر بالنعيم والفلوس الكثيرة كان السبب ديالها جوش فارة بعمخروه سبحان الله الأشياء اللي تنظنوا انها خيبة هي اللي تتكون زينة والأشياء اللي تنظنوا انها زينة هي اللي تتكون خيبة وفي واحد اللي قاعت جايسون مع قناة بي بي سي تقول بللي تتمنى يتلقى مع جوش فارة و تقول بللي غادي يجازيهم بأموال كثيرة لأنهم هم السبب في تحول ديال حياته الأفضل اشتركوا في القناة